اهتمام كبير بالقمة الأمريكية الأفريقية اللي بتقام في توقيت مهم جداً بيشهد فيه العالم تحولات كثيرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءات كتير امبارح مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من النواب والمسؤولين الأمريكيين في إطار العلاقات الاستراتيجية اللي بتجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية هذه القمة القمة الأفريقية الأمريكية مشاركة مصر في هذه القمة من الدكتور طارق فاهمي أستاذ العلوم السياسير من ورن صباح الخير عليك دكتور صباح خير يا فاندي يا أهتم بحضرتك صباح الخير عليك قمة أمريكية أفريقية هي التانية بعد قمة 2014 فترة كبيرة أوي بين القمتين لكن خلينا نسأل ماذا تريد المولايات المتحدة الأمريكية من هذه القمة؟ هو في جزء من رسالة الولايات المتحدة إلى القرى الأفريقية باستعادة الشرقاء والحلفاء وهذا يفسر لحضرتك الحركة الأمريكية في الإقليم سواء كان ناحية الشرق الأوسط وناحية أفريقيا لأن الاستراتيجية الأمريكية التي أعلنت رسميا في أغسطس الماضي حددت استعادة الحلفاء ومناطق النفوذ التقليدية لسياسة الأمريكية وده يفسر لحضرتك لماذا عقدت هذه القمة في هذا التوقيت؟ عقدت الاعتبارات طبعا في رسالة إلى روسيا في رسالة إلى الصين وفي رسالة أيضا إلى الجانب الروسي لأنه مع بدايات العام حيبقى فيه أيضا قمة روسية إفريقية بالتالي خلفية ما يجري الآن يفسر في عدة أمور أول حاجة أنت أمام كونجرس جديد حيتشكل فيه ويبدأ أعماله وفعلياته بعد انتخابات تجديد النصفي في بدايات يناير 23 هذا الكونجرس الجديد بشكله بإطاره بيدعو إلى الانفتاح على العالم والانفتاح على الدول والمناطق التي أهملتها الإدارة الأمريكية السابقة وأيضا إدارة الرئيس جو بايدن في البداية حاولت أنها تضع ترتيب أولويات حضرتك لمناطق نفيوز أخرى لها منطقة جنوب شرق آسيا كما تعلم والاهتمام كان بيها اليوم نقطة من أول السطر العودة لإفريقيا معناها عودة إلى الحلفاء والشركاء الكبار محاولة لتحجيم التمدد الصيني الروسي محاولة لبناء شراكات جديدة على أسس جديدة طبعا حضرتك من المبارح بتسمع مبادرات 55 مليار شراكات عن مصول الاقتصاد والاستثمار والتنمية وغيره طبعا ده شيء جيد لكن طبعا الأفارقة الآن يريدوا تحويل الأقوال إلى أفعال صحيح وبتالي الآن لا حديث عن الأقوال وبتالي المستشارين الإدارة الأمريكية نصحوا الرئيس جو بايدن أنك عليك أن تحدد ما الذي سنعطيه للقرى الإفريقية سواء كان في المشروعات سواء كان في عملات التمويل سواء كان في المخصصات المالية للكونجرس الجديد حي يقرها لأفريقيا فبالتالي فيه زخم كبير مشاركة مصر باعتبرها أكبر دولة إفريقية ده أمر مهم للغاية رئيس الأمريكي لم يزور أي دولة إفريقية سوى مصر بالمناسبة فبالتالي يرسلها مهمة جدا أنه حضور القيادة السياسية المصرية بيدي زخم كبير جدا بيطور في إطار العلاقة مع أكبر دولة إفريقية الشراكة مع مصر شراكة مختلفة مع القرى الأفارقة ومع الأمريكان تحديدا مصر بتحتل كما تعلم حضرتك مكانة كبيرة في الشراكة الأمريكية لكن الرسالة أن الولايات المتحدة ومصر تربطها شراكات كبيرة شراكات ممتدة شراكة متعددة طبعا إحنا مش بنتكلم مع أمريكا كأدار إحنا بنتكلم مع الولايات المتحدة كقطاعات يعني إحنا لنا بالفعل أصدقاء كبار في الكونجرس مجموعة أصدقاء مصر لنا طيار نافذ في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع طبعا دفاع أقوى لأن احنا عندنا تأثير كبير في علاقات ممتدة بين القوات المسلحة هناك وعندنا في زيارات في تدريب تدريبات مشتركة في مناورات النجم الساطع في تدريبات بحرية في جملة من التحرقات في ده فإحنا لنا حضور كبير جدا عكسته اللقاءات اللي حدك أشرت وتكرمت بيها كانت في حفاوة كبيرة بلقاء السيد الرئيس من ممثلي وزارة الدفاع تحديدا طبعا الجمهوريين في جزء منها رسالة أخرى في إطار الوضع الجديد في الكونجرس طيب إحنا يعني سابقا كنا بنشوف دايما أن العلاقات مع الولايات المتحدة مش بس مع مصر مع يمكن جميع الدول دايما علاقة يعني وجود علاقة بين الولايات المتحدة وهذه الدول مع عدم وجود حلفاء آخرين النهاردة يمكن المشهد بتغير تماما أن النهاردة فيه يمكن دول تانية فيه نفوط تانية تدخل فيه المنطقة في الشرق الأوسط ويمكن كمان في أفريقيا هل هذه التغيرات اللي بيشهدها المشهد النهاردة سببها إيه؟ خاصة أن وجود دول أخرى بتتقدم بدون فرض أي أجنتات يعني خلينا أقول لحضرتك أنه النهاردة النظام الدولي زي ما حيث تسمعي بأنه شوية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نحن أمام نظام حيبقى متعدد الأقطاب ونظام هيخرج من إطار الاستقطاب السنائي إلى نظام أكثر يعني حضور لقوة أخرى دولية وإقليمية لكن الصورة مش بهذه الحدية بمعنى أنه مش بنيوم وليلة حنشهد نظام متعدد الأقطاب فيه صراع على الأقاليم صراع على الشرق الأوسط وصراع على أفريقيا إحنا مصر بتحجز دور لها في الترتيبات الأمنية والسياسية القادمة في الأقليم حضرتك بتقولي إحنا ليه بنتحرك في كل الاتجاهات والقيادة السياسية بتتحرك سواء في تجاه الولايات المتحدة أو تجاه القوة الكبرى الرئيسة إحنا عندنا حاجة اسمها ندية في العلاقات الدولية وده كان مبدأ إحنا اتبعناه منذ بدايات وصول السيد الرئيس إلى الحكم إن إحنا ننفتح على الجميع وإن إحنا لا توجد لدينا أي مشكلة مع أي قوة في العالم وبالتالي من مصلحتنا أن إحنا نوسع دائرة التحالف الدائدة مهم ده مهم وثبت جدوى والأشقاء في الخليج على سبيل المثال بيتحركوا بما عرف في فكرة العلاقات الدولية عقيدة الرئيس سيسي لأنه الرئيس سيسي حط في الأول مبدأ أن إحنا نتكلم مع العالم ونتكلم مع شراكات جيدة يعني أن أنت حالك تقيم علاقات مع روسيا وتعملي معها مشروعات وتعملي معها تحالف هذا لا يمنع أن أنت تتخلي عن الولايات المتحدة أو العكس أنت تتخلي عنك أنت عندك أطر للعلاقة قائمة ومستقرة وأيضا مع الصين والقوة الأخرى النهاردة ثبت فاعلية هذه العقيدة النهاردة بتشوفي حاجة دول الخليج بتنفتح على روسيا إزاي بتشوفي التحرك تجاه روسيا وتجاه الصين فبتشوفي قمم صينية بتشوفي قمم عربية دولية الرسالة هنا إيه؟ إن حضرتك بتحجزي كمصر كأكبر دولة في الأقليم مكان متقدم في الترتيبات الأمنية والاستراتيجية اللي بتجرى في الأقليم وفي بنية نظام الدولي لأنه إحنا مش بين يوم وليلا هنشهد نظام متعدد الأقطاب يا جماعة لا ده حياخد بعض الوقت في ترتيبات أمنية والسياسية بتتعمل فبالتالي من مصلحتنا كمصر إن إحنا نتحرك في كل الاتجاهات بنأكد ثوابت علاقتنا الخارجية النهاردة اللي حضرتك بتشوفيه في لقاءة سيد الرئيس في أمريكا ده محصلة جهد كبيرة جماعة بقاله سنوات شغالين على هذا الأساس مؤسسات الدولة وقطاعاتها في ترتيبات على أعلى مستوى فده بيعكس حضرتك طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وبين مصر بصرف النظر عن أنت بتكلم أي قطاع داخل الإدارة الأمريكية وزارة الدفاع الحارجية الكونجرس وهكذا أنا عجلني كمان من كلام حديثك قلت إن إحنا بنتعامل ببين الدين وده لمسيته الدول الكبرى والدول العظمى في سعيها لعمل تحالفات مع الدول سواء دول العربية أو دول الأفريقية أنا كم نتكلم لسه من كم شهر في قمة أمريكية خليجية وشاركة فيها مصر والأردن والعراء بنتكلم برضو في القمة الصينية العربية الأخيرة دلوقتي بنتكلم عن قمة أمريكية أفريقية فهناك سعي من الدول العظمى لإقامة شركات سواء مع الدول العربية لأنها ترى بأنها تتحت في المواقف وأصبحت على كلمة واحدة أو كلمة تنسواء أو بالنسبة لدول الأفريقية لأنها سوء اقتصادي واعد بالنسبة لدول الأفريقية صحيحة وطبعا حركة تتحرك في الإقليم كمصر وكدول عربية انطلاق مما يعرف باسم حسابات الكوى الشاملة عند حضرتك حسابات كوى الشاملة حسابات الكوى الشاملة دي بتساعد حضرتك على إنجاز المهام في دوائر عديدة مش في الوقت المتحدة لكن أيضا مع روسيا ومع الصين هذه الشراكات وهذه الحسابات بتبنى على ركائز ركائز إحنا بنيجي نتكلم على العلاقة مع أمريكا هي علاقة جيدة ممتدة من سنوات طويلة وقعوا معنا معاهدة السلام جيمي كارتر كان وقع جنب الرئيس الراحل السادات ومناحن بيجن وعندهم قوات متعادية جنسيات في مصر في تدريبات فيه أطر كتيرة جدا للعلاقة النهاردة هل حضرتك بتستثمر في هذه العلاقة؟ بالتأكيد اللي انت حاجة شفته مبارح في أمريكا واللقاءات للسادة الرئيسة عملها مبارح النهاردة هتلاقي حضور كبير جدا وراه جهد كبير من الدولة المصرية يعني ده مش بيتم بين يوم وليلة ده جهد متراكم صحيح الناس ما فيتكلمش لكن احنا لازم نديها حقها لأنه فيه جزء من ده الشراكات في أمريكا مش سهل جدا ان انت حاجة تعملها لأنه فيه لبيهات وقوة نفوس كبيرة جدا تتحرك دوائر نفوس كتيرة لقوة منوئة وعندك لبيهات كتيرة جدا بتشتغل ومراكز تأثير ساعات بيطاع المساعدات ساعات بيجمدوا مبالغ ساعات بيعملوا كذا دي أمور عادية بالنسبة للسياسة الأمريكية احنا ما بنتوقفش أمامها يعني الناس حصل موضوع 75 مليون دولار وبعدين بأيام جاء الرئيس الأمريكي إلى الشار مشارك في القمة والرسائل وصلت إلى العالم إنه هذا بلد نحن حرسين عليه تعليقات المسؤولين الأمريكان شايفين إن مصر هي نقطة ارتكاس في الإقليم استقرار كامل في الإقليم إن هذه دولة محورية يجب التعامل معها ويجب تقدير القيادة السياسية ويمكن حضرتك لو بتعمل تحليل مضمون من مبارح للتصريحات للمسؤولين سواء في وزارة الدفاع أو في الخارجية أو في البيت الأبيض هتلاقي تصريحات مهمة جدا إن احنا نقف قدامها سيد الرئيس وصل رسالة مبارح برضو نقطة مهمة جدا في موضوع السد الأسيوبي إنه بيحفظ لحق مصر دورها المباشر في هذا الإطار تصريح مباشر إن احنا عايزين قواعد للملء قواعد تراعى ضوابط معينة للكون الدولي العام بالتالي أنت بتتكلم على حق مصر وبتنقل الرسالة للولايات المتحدة وبتؤكد على الدور الأمريكي كاعتبار إن الولايات المتحدة هي القوى الرئيسة المسؤولة عن الاستقرار في العالم فبالتالي رسائل للقيادة السياسية في مصر أمس بالنسبة لموضوعات مهمة زي موضوع السد الأسيو بالنسبة للشراكة مع الولايات المتحدة رسالة مهمة لأنها بتأتي في توقيت دلالته أما الناس تسأل تقول له حضرتك أنت بتشارك في القمة باعتبرك أكبر دولة إفريقية لا إحنا كمان بننقل رسالتنا رسالة مهمة جدا في موضوع يهمنا في وسط القادة الأفارقة في وجود رئيس الوزراء الأسيوبي في وجود القادة الأفارقة ووجود العالم هناك 49 ممثل للقارة الإفريقية للاتحاد الإفريقي وخلي بالحظة إحنا عملنا جهد كبير قوي في سنة رئاسة الاتحاد الإفريقي فإحنا لدينا حضور كبير جدا وأعتقد أنه سيمتد في اللقاء مع روسيا لأن الروس برضو سيرتبه قمة في بدايات العام حقيقي حابين نتكلم برضو مع حضرتك عن مشكلة الأمن الغذائي اللي بتواجه أفريقيا إيه اللي ممكن يطلع من هذه القمة لمساعدة أو مساندة الدول الأفريقية اللي بتعاني من مشكلة الأمن الغذائي هل بنتكلم عن مساعدات مادية مثلا هل بنتكلم عن يعني خبراء يعني هم بك إحنا المبادرة مبادرة الخمسة وخمسين مليار حضرتك دي هتتوزع وفق مخصصات خاصة بموضوع الغذاء موضوع الأدوية موضوع الأمصال موضوعات خاصة باللقاحات موضوعات خاصة بتنمية الاقتصاد الإفريقي هتقول ليه طب الخمسة وخمسين مليار دولا كافيين خلينا نقول أنه زي ما قلت لحضرتك إحنا عايزين نحول الأقوال إلى أفعال الإدارة الأمريكية عليها مسئولية أخلاقية تجاه هذا الموضوع الموضوع المرتبط بأزمة الغذاء في العالم هي أزمة مش خاصة بأفريقيا لأنه فيه مناطق متعددة في العالم يعني هتعاني إلى أن تتضح موضوع سلاسل الغذاء وامداداتها وغيره لكن هو طبعا فيه وعود أمريكية نتمنى أنها تنفس لأنه زي ما قلت لحضرتك الخمسة وخمسين مليار دي هتبقى فيها أنصبة محددة لكن طبعا الولايات المتحدة هتطرح مبادرات بينية يعني هتدي المناطق فيه القارة يعني حيبا فيه أولوية مثلا منطقة شر أفريقي عن منطقة دول حوض النيل أو دول أعالي النيل هي دول القارة الإفريقي وهكذا خلينا نتفائل لأنه طبعا هذه قارة منسية إحنا تملي نقول أن قارة إفريقيا قارة منسية طب النهار دا ليه الصراع العلامي اللي عليها دا لأنه هي عندها فرص جيدة للإستثمار صحيح فالنهار دا عند حضرتك الصين وعندك روسيا وعندك الولايات المتحدة وطبعا فيه دول في الإقليم برضو موجودة فطبعا كل دا صراع على فيه موارد طبيعية موارد بشرية موارد طبيعية والمكون البشري مهم فهم السعيين يطوروا دا المهم إحنا عايزين إيه هذه الرسالة المهمة أن التحاد الأفريقي علي أن يتحرك يعني التحاد الأفريقي هيدخل مجموعة العشرين مثلا هو دا شيء جيد حضرتك لكن إيه اللي هيقدمه دخوله في الاتحاد الأفريقي فكان فيه دولة واحدة بس ممثلة في الجي توانتي وهي جنوب أفريقيا لكن النهار دا يبقى فيه التحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي مؤسسة حضرتك غير الدولة اللي هي هتبقى رئيسة للاتحاد فهيبقى فيه مشاركة هتحجزي مكان فيه الترتيبات اللي هتجرى يعني النهار دا حضرتك ما حتيجي توزعي الغذاء طبعا دا هتوزع طبع اليو أني اللي أمه المتحدة مش هيبقى خاص بالولايات المتحدة فبالتالي علينا أن احنا ندرك أن احنا حضرنا في العالم مهم قوي النهار دا برضو بنتكلم على أن يبقى الاتحاد الأفريقي دي موقع ومقعد دائم في مجلس الأمن دا برضو دي معركة كبيرة جدا لأنه انت النهار دا عشان تخش مجلس الأمن وتبقي عضو دائم هنغير الإطار الخاص بمجلس الأمن وده مش سهل وحياخد بعض الوقت بس خلينا نحرك المياه الراكدة نحن نسترد لأفريقيا حضورها في العالم في المنظومة الإقليمية والدولية دا عظيم جدا إذن الاستفادة للطرفين والأولئة المتحدة الأمريكية ترى وتعلم جيدا النفوذ الصيني في القارة الأفريقية فأعتقد دا من ضمن العوامل اللي حركها ناحية القارة الأفريقية الصين مثلا قدوا تعويضات كبيرة لعدد من الدول الأفريقية محدش انتبه للنقطة دي لأنه ممكن حدك ترفع قضايا على اعتبار أن أزمة كورونا بدأت من الصين فأنت محتاج حضرتك تعويضات هم عملوا إيه من الزكاء الصينيين خلي بالحضة دا دبلوماسيات الصينية النهاردة بتتحرك في مسارات جيدة فيها قدر كبير جدا من المهنية طبعا هم لا يبحثوا عن دور سياسي يعني برضو نكون أمناء هم لا يفهدوا أشهدات المقربة الاقتصادية لا تزال موجودة احنا بنحن ان احنا نستدعي دور للصين احنا كدول نامية بنحن الدول الأفريقية بنحن الدور لروسيا ان الروسيا تيجي ويبقى فيه استقطاب وفيه كذا المهم مصالحك النهاردة حضرتك بتتكلم في أي دوائر للمصالح الشراقات البناء النهاردة بتبنى على مصالح متبادلة وفقد مشتركة يعني ما فيش حاجة اسمها اتجاه واحد أو مصار واحد الصين عايزة ايه من القرى الأفريقية أجنتة العمل مقترحة زي ما حضرتك حاطت لأفريقيا بناء على استراتيجية التحاد أفريقي استراتيجية الفين تلاتة وستين فانت حاطت كدول أفريقية من خلال أمم المتحدة استراتيجية لغاية تلاتة وستين النهاردة الصين بتقولك برضو نفس الكلام احنا بنبني شراكات بناءة المهم حضرتك تحدد ماذا تريد هل محتاج حضرتك تعويضات تمام على ما جرى في أزمة كورونا أو الأزمة العالمية الأزمة الروسية الأوكرانية هتنتهي يوما ما الرهنات النهاردة الصينيين والأمريكان بيقولوا ارتداداتها هتحدث في العالم يعني بعض بتصور انه ارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية دي هتحدث في منطقة محددة لا ده في العالم لأنه النهاردة بنخرج إلى النطاق الأسيوي إلى العالم بنحجز مكانة في الاستراتيجية سواء كان عن مستوى الصيناء أو متعددة حركة كلمت يمكن عن العلاقات مصرية الأمريكية في ضل القطاعات ما تكلمناش عن إدارة معينة لكن دلوقتي تتكلم عن بتشوف ازاي العلاقات المصرية الأمريكية في ضل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شوفي احنا طبعا العلاقة مع الإدارة بدأت ببعض المناكفات الخاصة بقضايا عالمية وليست خاصة بمصر يعني واتم تحدد مفاهيم التعددية والليبرالية للعالم وليس لمصر عشان نسب المدركة لده احنا بنتكلم على معايير أمريكية هي موجهة للعالم وليس لمصر فيه نوع من المناكفات احنا مقدرين هذه المناكفات جزء منها مرتبط بشكل الشراكة مع الإدارة الأمريكية يعني جزء احنا لنا نتوقف كثيرا بالمناسبة أمام تجميد مساعدات أو غيره يعني مصر تجاوزت المرحلة دي وانا تمال أقول لحضرتك ان احنا تجاوزنا شهادات حسن السير والسلوك من الولايات المتحدة مصر دولة كبيرة دولة راسخة الإدارة الأمريكية مدركة مع من تتعامل ومدركة ان مصر دورها أكبر من أي طرف في الإقليم صحيح احنا لنا منافسين في الإقليم وخارجه ده أمر طبيعي لكن مصر الاستراتيجية الأمريكية قائمة على فكرة الدولة المحورية في الإقليم اللي هي مصر وبالتالي في حوارات معاك في ملفات كتيرة لكن هم أهملوا المنطقة يعني عشان أكون أمين مع حضرتك هم أهملوا المنطقة للسنوات طويلة حضرتك النهاردة حينما يعودوا بيبنوا علاقة مع مصر النهاردة حضرتك مش بتتكلمي كإدارة كالرئيس جو بايدن نهاردة بتتكلمي على إدارة مدركة لطبيعة العلاقة مع مصر في خصوصية للعلاقة احنا مع بعض الطيارات في الولايات المتحدة في طيارات منوئة في السياسة المصرية لازم نكون مدركين ومسلمين وإحنا عارفينهم مين وأسماء السنة الزمين ومساعدينهم مين عارفين عارفينهم وفي جزء من داع قائدهم احنا لا نتدخل فيه لكن هناك قوة كبيرة في الإدارة الأمريكية وفي مؤسسات مراكز صنع القرار اللي حضرتك شفتها مبارح بتقدر الدور المصري وتقدر طبيعة الدور المصري وترى إن مصر دي أهم دولة في الإقليم القضية النهاردة إن احنا بنبني شراكتنا مع هذه القوة زي ما قلت فيه طيار نافذ فيه الولايات المتحدة طيار وزارة الدفاع طيار قوي جدا وطيار بارز طيار بيدعم حضرتك وطيار بيقوم معاك بدور بتطوير العلاق مش مجرد مناورات بقى نتكلم في مناورات نجمس سطح اللي بقى لها سنوات طويلة تدريبات وغيره لكتكلم فيه شراكات كبيرة لكن بطبيعة الحال احنا بنفتح مع زي ما قلت الكونجرس الجديد بتشكيله لأنه طبعا الدنيا حتتغير في 23 هتبقى فيه قوة صعدة فهيبقى فيه توازن ما بين الجمهور والديمقراطيين وسابط الرئيس التقى مع الجمهوريين ممثلينهم أمس طبعا الرسالة كانت مهمة جدا وفيه تصريحات جيدة جدا ونقلت في وسائل إعلام عديدة أمس بتأكيد شكل الشراكة مع مصر في المرحلة المقبلة ومقدرين دور مصر في صنع السلام في الإقليم أن احنا هذا الأكبر بلد عامل معه معهد السلام مستقر لنا قوات متعادية جنسيات في سيناء لنا حضور لنا تمثيل كبير فالعلاقة قوية مع الإدارة الأمريكية مع التأكيد أن هذا الطيار المناوق غير مؤثر أنا في تقديري من متابعتي لهذه الأسماء والسيناتور لا يحملوا جديدا وأصبح دورهم محصور في نطاق ضيق والاعتبارات متعلقة بأفكارهم ومؤتقدت نحن نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على قراءتك وتحليك لهذه القمة وزيرة السيد الرئيس ونشاطه الموسع في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش طبعا مشاركته في القمة الأفريقية الأمريكية شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسي